تجيب بتاعه يبقى دوة الخمس فطبعاً النادل الاهلي ماشي فيه مش الثورة الانشائية بقى بتاعته لا بالانجازات التاريخية الانشائية انت بتتكلم انه ده في الفرع الرابع حضر الاساس هيتحط بكرة بحضور واكتوبر يعني ما شاء الله ان النادل الاهلي بيعمل فروع كتير طبعاً يعني حاجة تدعو للفخر يعني اي حد اهلاوي يفتخر له حق كلمة الحق هتوارفين كلمة الحق لا الى اهلا الله الناس بتشتغل و الناس بتعمل انجاز لازم تاخد حقه ومش عيب زي ما انا قلت لحضراتكم كده قبل كده مليون مرة مش عيب ان انا قراجل زمالكاوي اشوف حاجة ايجابية في النادل المنافس لو النادل الاهلي اقولها مش عيب ابداً ولا عيب ولا حرام ولا تقلل مني ولا تنقص مني ولا يبقى فيها مزايدات بل على العكس ده انا اتمنى لهم الخير وتمنى من ادارة النادي بتاعي الزمالك ان هي تسلك نفس السلوك نهاردة فين فرع اكتوبر اللي بقال العشرات السنين في الناد الزمالك بالنادي بي والمليارات واره مش وقته طبعاً ان احنا نتكلم فيه مش موضوع حلقاتنا عندما انا بحب دايماً بحب دايماً اشوف الحاجة الكويسة ونلقي عليها الضوء هنا ونقول الحاجة الوحشة زي ما حد بيقول لي كده حاجة سلبية ما احنا بنقول عليها برضو واستاذ جماني يعني سواء في النهينة او هنا يعني حاجة سلبية بنقولها ونقولها برضو بمنتهى الادب والهدوء والايه والاحترام فطبعاً الفي باليوم مبروك للنادي الاهلي وإدارة النادي وإدارات بقى النادي الاهلي المتعاقبة سواء للإدارة الحالية بقادة الكابتن محترم الخلوق رمز من رموز مصر والنادي الاهلي الكابتن محمود الخليق الخطيب او من قبليه السيد المحترم رجل الاعمال الناجح جداً اللي خسرته رياضة المصرية ارضاً ايضاً محمود طره ومن قبليهم طبعاً الكابتن حسن حمدي ومن قبليهم ومن قبليهم الكابتن صالح سين وعد بقى وانت راجع كده ادارات كلها متعاقبة ادارات كلها محترمة سهمت في تلك الانجازات انجازاً تلوى لإيه الاخر دي كده يبقى كده ارقام النادي الاهلي واخبار النادي الخير هيكل بيقول لي انت راجل محترم تحيات الحديث كالله يقيمك وانا اتمنى ان احنا نفضل على الاحرام دوت معاك وكده دايماً وانا اتمنى ان اللي يخش معنا يبقوا الناس المحترمين اللي زينا كده الناس بقى العباد الطغوط وعباد الشتم والسب واللعن دول يروحوا يعبدوه بعيد عننا اه نادي الترجم بارح نضحك بقى شوية عمل انجاز تاريخي ايه بقى الانجاز التاريخي اللي عمله نادي الترجم بارح انه هو دخل اه كصاحب اكبر رقم قياسي عمل رقم قياسي بقى في الخسارة من تحياتي لك من فرنسا ريدا ماشي يا دادا حبيبي ريدا بلاش يا ريدا رقم قياسي للترجم وخسر السوبر الافريقي اربع مرات اربع مرات طبعاً الاندية التونسية الاندية التونسية صاحبة رقم القياسي في الخسارة في مباراة السوبر الافريقي كان قبليهم الصفاقسي 3 مرات والنجم الساحلي 3 مرات وكان الترجي 3 مرات فاصبح التلاتة التونسية تلاتة فرق التونسية سواء النجم الساحلي او الصفاقسي او الترجي 3 تلاتة تلاتة اخساره في نهاية السفر الافريقي اما رح بقى الترجي جرب الرقم القياسي وبقى اصبح هو الفرق عنده اربع مرات وبقى تلات فرقة تخسر تمام البطولة مراتين وربعات عندنا المازينبي الكونجولي في 2017 2018 وعندنا الصفاقسي التونسي برضو 2008 و2009 وعندنا الترجي 19 20 و18 19 برضو اتنين وربعات من النمسا بنحبك اتامة مع اننا اهلوية انتو محترمين انتو محترمين الناس اللي في النمسا والاهلوية والزمنكوية محترمين تمام تمام فكده ده الارقام القياسية لنادي الترجي نادي الزمالك نادي الزمالك هو صاحب الرقم القياسي في الفوز في مباراة السوبر الافريقي بعدد الاهداف 3 واحد يعني السوبر الافريقي صاحب الرقم القياسي في الفوز نادي الزمالك 3 واحد بنتيجة 3 واحد 3 واحد ديت كانت اكبر نتيجة موجودة في 2003 لما نادي الزمالك كسب الوداد البيضاوي المغربي في 2003 السوبر الافريقي بنتيجة 3 واحد من 2003 الغاية تمام 14 2 عيد الحب اللي الزمالك عيد على جماهير وعيد على الدنيا كلها بالحب تمام كسب برضو بنفس النتيجة 3 واحد عشان يبقى لسه محافظ على ان هو صاحب الرقم القياسي في الفوز ب دي ما فياش رقم قياسي ما اللي نقول على ايه اكبر نتيجة سميها زي ما تسميها بقى فالنقرده نتزة مالك كده نادي الزمالك يظل محتفظ بان هو رقم واحد في عدد مرات الفوز بالسوبر الافريقي 6 مرات يجي وراء نتزة مالك 4 مرات بعد كده مازمبي الكونجولي بنتيجة 3 مرات فوزا بالسوبر الافريقي قلت لحضراتكم ان الزمالك بيتلقى خطاب رسمي من الكاف ان مباراته مع الترجي بمشيئة الله تعالى هتبقى يوم 28 فبراير مبارات العودة هتبقى 6 مارس فرنس علشان مطشين الترجي للزمالك 28 فبراير و6 مارس ومطشين سانداونز للنادي الاهلي 29 فبراير و7 مارس واللي اتكلمنا عليه في النادي الاهلي بنكرره دلوقتي وبنقوله في نادي زمالك اتمنى طبعا هو ملعب اللقاء لم يحدد بعد تاني ملعب اللقاء للنادي الزمالك لم يحدد بعد وبالتالي وبالتالي اللي هيحصل الفترة الجاية انتو متعودين معايا على ايه اللي بقولهلكم بيحصل من فضل الله تركزوا معايا والناس اللي هنا ده تكتبوا عشان تعرفوا اللي هيحصلين في الفترة دي اللي هيحصل الفترة جاي ضغط شديد جدا 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 لتأجيل مباراة الاهلي والزمالك اللي المفروض تتعمل يوم 24 فبراير القادم تمام ليه علشان الفرقتين يقدروا يشموا نفسهم ويرتاحوا من وعفاء الصفر ومن تعب مرش يوم 20 القادم عيسان كريم بيقوللي على الصدق الصراح او الله ربنا اقدران عليهم ان شاء الله بإذن الله تمام ولا مش تمام فاحنا النهار ده بنتكلم و بنقول اللي جاي من بعد يوم 20 ده هيبقى الاتجاه كله ماشي في اتجاه تأجيل مرش اللي ايه الاهلي والزمالك يوم 24 فبراير ميه ده الى المسؤولين في الام ولداء لإدارتين الزمالك والاهل بضرورة مناشدت الام بعدم تفرير الفرقتين من أسلحتهم الأساسية اللي هي ايه الجمهور نادي الزمالك في أشد الاحتياج لجماهير والنادي الأهلي في أشد الاحتياج لمصدر قوته الأساسية عشر تلاف متفرج مش هينفع ولا يعملولنا اي حاجة من الاخر من الاخر الحد الادنى 40 ألف الحد الادنى 40 ألف 40 ألف لا فيه مطفقة لعبة ب30 نادي الأهلي لعبة 30 والزمالك لعبة 30 فلازم يبقى فيه لأن الفرقتين محتاجين جمال محمود بيقول لنس نعمل اللي علينا جيمي احنا هنعمل اللي علينا والباقي عند الله سبحانه وتعالى وعند أصحاب القرار اللي نواسق متأكد مليون في المرية ان هم قادرين احسن ومشكلة احنا قادرين احنا في أفريق احنا بنلعب في أفريقيا يا جيمي المحمود أفريقيا يا بيه بالضبط كده احنا قادرين قادرين نأمن اللي هيأمن 10.000 يأمن 50 ويأمن 60 يا جماعة اللي هيلعب في السلام يلعب في القاهرة هتلعب 28 28 29 20 احنا بنتكلم كرة بيقول انت بتقدم في مالطة احنا نقول الصح ودق على الله اللي يسمع يسمع احنا يعمل ايه احنا مش اصحاب قرار احنا نادي القالم قادم 65 الف ازا مالك لا 65 الف برضو استاد القاهرة انا هيلعب 28 29 وتحلت اللي يأمن 10 هيأمن 60 ده احنا مصر ده احنا مصر وشبابنا ورجالتنا كلنا في المهمات الوطنية كله مصر مصر بسنة لا بصبيت ومصر بسنة لا بصحمة وجماهير القالة تروح مع الزمال تشجع قدام الترجي وجماهير الزمال التاني يوم يروحوا مع جميع مع النادي القالة وقدر يشجع وفيه اجدعان محنا كنا كده كتير اوه زمان اجدعان محنا كنا كده كتير اوه سيبوكم من الحالات الفردية سيبوكم من الحالات الايه يا عم مجدي لا اطلع يا عم انت لا لا الا الله فهمنا ولا مش فهمنا فهمون فضلكم لو سمحتون فضلكم لو سمحتون لابد ان الاتجاه اللي جاي يبقى كده مش عاوزين نفرز الفرق من قوتها الاساسية في مواجهة مطشين مهمين ومهمين جدا 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 فرجان الساسي طبعا بيحتفل مع جماهي النات زمالك اللي اصبحت عاشقة ليه وهو عاشق لها الحقيقة بالبطولة الرابعة اللي حققها في ظرف سنتين فرجان الساسي كل يوم والتاني بيخش قلوب نادي الزمالك فرجان الساسي كل يوم والتاني بيزداد حبا وعشقا لنات زمالك فرجان الساسي خلي بالكم انه حتى الان فيه له مستحقات مالية كتيرة جدا متأخرة انما الراجل من كتر حبه عشقه لنات زمالك وجماهير نادي الزمالك والحالة الجميلة اللي موجود عليها فرجاني مع جماهير نادي الزمالك مخلية يعني فرجاني متمسك قوي بوجوده في هذا الكيان الكبير والعظيم وهو نادي الزمالك وصول الفوج الاول من بيعست نادي الزمالك الفني وصلوا في انتظار الابطال الاستقبال هيبقى تاريخي هتبعوه كمان شوية هيبقى على الساعة 12 ان شاء الله في مطار القاهرة انا بقول لكم تبعوه كده هو على صفحات التواصل الاجتماعي هتشوفوه وهتشوفوه ناس كتير منزلة لايفات الاستقبال هيبقى تاريخي وتاريخي كتير جدا لنادي الزمالك اليومين دول بقى ان شاء الله الاحداث متسرعة متلاحقة في المطش اللي جاي بإذن الله هتبقى له كواليس كتير قوي فخليكم متابعين على مدار اليوم وعلى مدار الساعة في برنامجكم كلمة حق في زمن عيلي قوي في صوت الباطل اسبع على خير